اختيارات المنتخب الأول والأولمبيا وكان فيه تقرير عن مصافة شبير والهجوم على اختيار كابتن شاوي غريب لمصافة شبير بالرغم زي ما بيقولك هو من أفضل الحراس اللي ممكن تكون تشوفهم بشخصيته كحارس مرمى مميز وفي نفس الوقت هو في النادي الآلي أفضل فريق في الوطن العربي في أفريق بس هكلمك في شكين بس شاب برضو ايه الناس تبقى فهمنا يعني الحمد لله الناس عارفة ان انا بحبت دايما نتكلم بمنظور معين اولا مع احترامي طبعا للجميع ممكن الناس كثيرة جدا مختلفة في القصة دي بس انا واحد مثلا من ناس اياما كنت بانضام المنتخب الأولمي مكنتش بشارك بصفة أساسية مع النادي الآهلي في الوقت ده كنت بقى لعب بس كنت لسه صاعد وكده كنت بقى تاخد عادي وبرده خد بالك توجودك في اسم مثلا كبير زي النادي الآهلي او تصعيدك للفريق الأول فده على فكرة ده يعني ليه دور مهم بشكل كبير جدا مع اسم اللاعب او مستوى اللاعب تمام فعشان بس نفس الحتة دي لان في اللاعب الاخر هو منتخب أولمبي وانا واحد من الناس انضميت للمنتخب الأولمبي في فترات وانا كنت لسه متصعد لنادي الآهلي انا كنت اكيد حضراتنا معاهة تمام تمام فاكرة فهي ملهاش دخل بالمشاركة بس الاسف ان السوشال ميديا بس الوضع دلوقتي بقى مختلف شوية فكرة ان انت اللاعب اللي هو يعني في المنتخب الأولمبي لازم يكون بشكل اساسي في الفرقة بتاعته بس انا خلان نتكلم بس يا فاروق هو يعني ايه هو بس الموضوع كبير عشان خاطر ان يعني هو ابن كابتن شوبير فالموضوع متاخد برضو خد بالك كل واحد بيبقى ليه ليه الناس بتحبك وفيه ناس معاك وفيه ناس ضدك واخد بالك هو في الاول الاخر هو اختيار كابتن شاوي ومش عايزين نتكلم في القصة الموضوع مثلا يبقى فيه خلاف ما بينه مثلا ما بين كابتن شوبير او الاسماء ايا كان الاسماء موجودة يعني فهي القصة كلها معمولة ضجة عشان اسم كابتن شوبير كان احياء اعلمية ما انا هقول لك هو هي دقيق دي ان عمر رضوان بيلعب ومحمد صبحي بيلعب ومحمد صبحي بيلعب ومحمد صبحي بيلعب وعمر صلاح بيلعب بس خلينا نتكلم ان العدد برضو في حراسة المرمى كتير يعني خمسة كتير برضو هو معذكر خلي بالك في الاخر مفهوش مباراته الدية فبالتالي وعادي شوف الناس كلها كتب خلاص مش يعني الموضوع هو بس المشكلة بس عشان كابتن شوبير في الحتة الاعلامية هي دي يعني اللي عاملة الموضوع بشكل كبير جدا هي دي دي اللي فارق وفي نفس الوضع ان هو مشاركش بشكل كبير جدا مع نادل آلي وفي نفس الوضع زي ما انت بتتكلم فيه ناس كتير جدا بتسمع ان هو حرس مرمى مميز في الفترة اللي كان قبل ما يتصعد فيها للنادل آلي وفي نفس الوضع على فكرة انضمامه يعني زي ما قلتلك بسبب ان تواجد كابتن شوبير في الجزء الاعلام عشان كده هو الموضوع انضمامه لا يعني الموضوع بس انت قلت انضمامه انا اسف يعني هو الموضوع عشان كابتن شوبير لا 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 بقولك الموضوع اتعمل عليه دقة عشان كابتن شوبير بسبب تواجد كابتن شوبير في الاعلام بس هي دي يعني هو دي النقطة في الاول آخر هو المسؤول في الاول آخر هو كابتن شوق يعني عارف ان فيه اقويل جدا مجاملات ومش عارف ايه مش ما هو جد عم مش هنمسك في الحتة دي بيص يعني يعني فيه تعالى في